117. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 118. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 119. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أولا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 110. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن 111. أو أبنائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين 112. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 113. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 114. لعلكم تفلحون شكرا